يبدو أن الحكومة في بغداد تجاوزت أزمة الرواتب الخانقة عقب تصويت البرلمان على تمرير قانون تمويل عجز الموازنة من احتياطي البلاد لكن الانفراجة هذه جلبت معها أزمة جديدة بين الحكومتين في بغداد وأربيل بعد رفض النواب الأكراد في البرلمان للقانون الأزمة تفاقمت بعد مغادرة النواب الأكراد جلسة تصويت على القانون بعد أسرار بقية النواب على تضمين القانون فقرة تلزم أربيل على تسديد مبالغ تصدير النفط المتفق عليها سابقا مع بغداد وبخلاف ذلك لن يتم صرف حصة كردستان العراق من المبالغ التي سيتم اقتراضها قرار البرلمان في بغداد حمل معه انتقادات شديدة من قبل الأطراف الكردية في بغداد وأربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وصف القرار بأنه طعنة أخرى في ظهر كردستان العراق وعقابا لشعبها في قوته وتجاوزا على ما وصفها بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني قالت انها شاركت في جلسة البرلمان بناء على وعود من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد آخر من النواب بتأجيل الفقارة الخاصة بكردستان لكنها فوجئت بعرض المادة للتصويت بسبب اعتراض الكتل الشيعية على التأجيل ما دفع الكتالة الكردية إلى الخروج بشكل كامل من قاعة البرلمان كتلة التغيير رفضت كذلك قرار البرلمان معتبرة أن إقحام رواتب وحقوق الموظفين ضمن الصراعات والخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل استقواء على الضعفة مراقبون اعتبروا القرار انتقاما من القوى الشيعية في البرلمان ضد القوى الكردية على خلفية اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل ورأوا كذلك أنه يعود لأهداف انتخابية حيث أن مصير رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على المستوى السياسي مرهون بالانتخابات القادمة التي من المنتظر أن تضعه على الخارطة السياسية الشيعية فيما رأى آخرون أن قادة الكتل الشيعية أرادوا ضرب العلاقة المتنامية بين الكاظمي والقادة الأكراد لا سيما قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزان ترجمة نانسي قنقر